ما هو التطير ولماذا سمي بذلك؟ التطير هو التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات أو الأيام أو الشهور أو غيرها وسمي بذلك لأن أصل التشاؤم عند العرب ابتدأ من الطيور ومن الأمثلة على التطير التشاؤم برؤية بعض الطيور أو الحيوانات مثل الغراب أو البوم أو القطة السوداء التشاؤم برؤية إنسان ذيعاها التشاؤم ببعض الأيام أو الشهور كشهر صفر التشاؤم ببعض الأرقام حيث يتشاؤم بعض اهل البدع بالرقم عشر ويتشاؤم الغربيون بالرقم ثلاثة عشر التشاؤم بانكسار شيء او سقوطه التشاؤم بالانواء والابراج والاماكن ما هي الطيرة المنهي عنها؟ هي ما يحمل الانسان على المضي فيما اراده او يمنعه من المضي فيه اما ما قد يجده في نفسه عندما يرى او يسمع شيئا حسنا او سيئا فهو امر لا يلام عليه الا اذا استرسل معه وترتب عليه اقدام او احجام هل يقدح التطير في عقيدة المسلم؟ الجواب نعم لانه يضعف لديه عبادة التوكل على الله تعالى ويعلق قلبه بغيره مما لا ينفع ولا يضر هل التطير شرك اكبر ام شرك اصغر؟ التطير من الشرك الاصغر المنافي لكمال توحيد الواجب قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا وفي حديث اخر لا عدوى ولا طيرة من ابتلي بداية التطير ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يتوب الى الله تعالى ويسن له قول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك كيف يدفع المسلم عن نفسه داء الطيرة؟ اولا بصدق التوكل على الله تعالى ثانيا بتقوية ايمانه بقضاء الله وقدره ثالثا بالعلم بان حركة الطير او غيره لا اثر لها في ملكوت الله ولا في قضائه وقدره اشتركوا في القناة